اشتركوا في القناة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد متابعة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وقد وجه السيد الرئيس بتطقيق كافة تفاصيل مشروع تنمية الأسرة المصرية لتتكامل مع سلسلة المبادرات الرئاسية المتعددة في مجالات الرعاية الصحية والحماية المجتمعية موجها سيادته بالتوسع في القوافل الطبية وزيادة أعداد السيارات المجهزة وتعزيز الآليات التنفيذية التي تستخدمها تلك المبادرات فضلا عن تحقيق التناغم مع الجهود الحالية لأنشطة وبرامج مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري كما وجه السيد الرئيس بإنشاء آلية مؤسسية لرصد وتقييم نتائج مشروع تنمية الأسرة المصرية بانتظام بالإضافة إلى الاهتمام بالمحور الثقافي والتوعوي في إطار المشروع ودراسة إدراج موضوعات تنمية الأسرة والصحة العامة في المناهج الدراسية لترسيخ مبادئها في الأجيال الصاعدة نظرا للأهمية البالغة لتلك الموضوعات وارتباطها بالقضية السكانية وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض التصور النهائي للإطار التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بمحاوره المختلفة وباشتراك كافة الأجهزة المختصة والذي يهدف إلى الارتقاء المتكامل بكافة جوانب حياة الأسر المصرية على مستوى الجمهورية حيث يرتكز على عدة محاور خاصة بالتمكين الاقتصادي لسيما للسيدات من خلال تحقيق الاستقلالية المالية وتوفير فرص العمل والتدخل الخدمية بهدف تدريب وتأهيل الأطقم الطبية وتوفير الوسائل اللازمة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني وكذلك برامج التوعية والتعليم والثقافة عن طريق الحملات الإعلامية للمساعدة على رفع وعي المواطن بالمفاهيم الأساسية والأثار المترتبة على القضية السكانية إلى جانب التحول الرقمي من خلال إنشاء منظومة إلكترونية موحدة لميكنة وربط جميع الخدمات المقدمة للأسرة المصرية فضلا عن المحور التشريعي لوضع إطار تنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني كما تم عرض النطاق الجغرافي للمشروع على مستوى الجمهورية وأسبقية المحافظات في تنفيذ أنشطة المشروع والفئات المستهدفة فضلا عن جهود تحقيق التكامل المطلوب بين المشروع مع مختلف المشروعات والمبادرات القائمة في الجهات الحكومية المختلفة بما فيها وحدات طب الأسرة التابعة لوزارة الصحة والجمعيات الأهلية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور هالة سعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والسيد أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي لاجتماع تناول استعراض نشاط صندوق مصر السيادي وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة قيام صندوق مصر السيادي بدراسة ممتلكات وأصول الدولة غير المستغلة على النحو الأمثل والعمل على تطويرها وتعظيم العائد منها لضمان استدامة استثماراتها للأجيال المستقبلية كما وجه السيد الرئيس بتعزيز جهود ودور الصندوق لجذب الاستثمارات لصالح الاقتصاد الوطني وذلك تحقيقاً لأهداف استراتيجية الدولة التنموية التي تعتبر القطاع الخاص شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية وبما يتوافق مع خطة الإصلاح الهيكلية للاقتصاد والقطاعات ذات الأولوية في هذا الإطار خاصة توطين وتعميق الصناعة والتكنولوجيا والتحول الرقمي لإيجاد كيانات محلية رائدة في مختلف المجالات إلى جانب قطاعات الزراعة والخدمات والمرافق والنقل والتخزين والصحة والتعليم والسياحة وقد شهد الاجتماع عرض مجمل نشاط صندوق مصر السيادي خلال الفترة الماضية وذلك من حيث ضخ الاستثمارات المباشرة في عدد من القطاعات ذات الأهمية بهدف تحقيق الأثر التنموي الذي تسعى إليه الدولة حيث نجح الصندوق في احتلال المركز الثاني والأربعين عالمياً بين الصناديق السيادية المناظرة كما تم عرض الأنشطة الاستثمارية للصندوق والمشروعات المستهدفة في مختلف القطاعات وعلى رأسها الاستثمار العقارية حيث تم في هذا الخصوص استعراض الأصول التي تم نقلها للصندوق على مستوى الجمهورية وخطة تطويرها على النحو الأمثل وأبرزها تطوير مجمع التحرير بالشراكة مع أعرق الخبرات العالمية المتخصصة في تطوير المباني التاريخية بالعواصم الكبرى ليصبح منشاءة متعددة الأغراض تتناغم مع طبيعة وجهود التطوير في منطقة وسط العاصمة والقاهرة الخديوية حيث تلقى الصندوق السيادية عروضاً عالمية عديدة لتطوير المجمع من تحالفات تسعى للدخول إلى السوق المصري لأول مرة على الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية بما يعكس الثقة الدولية في مناخ الاستثمار في مصر كما اطلع السيد الرئيس كذلك على نشاط الصندوق في عدد من القطاعات الأخرى كالسياحة بهدف تعظيم أعداد السائحين الوافدين إلى مصر والتعليم من خلال الاستثمار في صندوق التعليم الذي يسعى لتقديم مستوى تعليم متميز للطبقة المتوسطة والخدمات الصحية عن طريق الاستثمار في مختلف المستشفيات العامة والمتخصصة والابتكار والخدمات المالية والتحول الرقمي والمرافق والبنية الأساسية المتمثلة في محطات تحلية المياه ومحطات الرياح لتوليد الكهرباء وكذا قطاع اللوجستيات والتوسع في مراكز البيانات والسلاسل اللوجستية لخدمة التجارة الإلكترونية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة